بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يلد ولم يكن له كفا أحد قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله لله تبت من جميع ذنبين ومنه أطلب صفاء قلبي هو الذي نفي وديعة له في أبد مع الذي فضله وجهت وجهي له والنيتي إرضاءه وهو أجل من يتي أسأله جل بجاه الماحين كوني ذارطا وذا فلاحي له أموري ظاهرا وباطنا حيث أكون راحلا أو قاطنا له تقلبي في المباحي بالشكر والذكر وبالرباح هو الذي يعصمني من الحرام وكل ما جانسه ومن حمام أيقنت بالظفر بالإجابة ثم له أتوب بالإنابة حتى له أتوب من متابين ومن خواطري ومن صوابي دعوته وهو جل أكرم من أن يرد سائلا يعتسم العلم والعمل والتأدب والفوض بالحسن بجاه المجتب له صلاته مع السلام عني منه دون الانصرام له صلاة منه تجلب لي جملة ما أطلبه من ربي هب لي يا وهب ما أختار دعبا بمن سماته المختار قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله له صلاة بسلام منه ترذقني أخذا وفهما عنه هدى الإله حاجتي وسنديه سيدنا محمد في أبدي وصقت بالله مع المختار محمد وسيلتي للباري الحمد لله على اعتسامي بقي مصليا على الإمام لله ذي الجلال والإكرام فوضت أمري بذى النظام له البرايا يغفر الخطايا منه الهدايا لذوي المذايا هو الذي يذعذح الرذايا عني في الدارين والبلايا أعطيته جل وعذى الظاهرين وبعطني وتبت من خواطري حتى إليه تبت من ما في الثغر جنيته لا سيما ما في الكبر دعوته والقلب مني أيقنا بأن يجيب الدعوات ضمنا أسحني يوم الثلثاء الأحد مغتربا بقوله والله أحد له السماوات والأرضون ومار بينهما مما بدأ أو كتما له تعالى العرش والكرسي والشمس والقمر والدري هو الذي خلقنا وأرسلا بوحيه إلى الجميع الرسلا أرسل رسله لنا وأعذر أسأله سبحانه أن يغفر لي وأن يكفر الذي له علي عني ورجوت فضله صرفت قلبي وصرفت جسدي له وديعة له في أبد مسكت بالكتاب زائقامة لوجه الصلاة باستقامة دخلت في الدارين في صاد الصمد محتجبا بحظ ربي الأحد للصمد الفرد الذي لم يلدي وليس مولودا أميل مقصدي مني له شوق وشكر ورضا مصليا على وسيلة الرضا يقودني القرآن والتوحيد وعن سبيل الله لا أحيد لله توبتي بالإقلاع مختديا بالمنطقى المطاع ديني الدين المصطفى محمد صلى عليه الله طول الأبد وثقت بالله وبالرسول زى توبة إليه من فضول له خطابي قبل في اغترابي وكان لي بالبشر في ترابي مني توبة إلى الغفار بسورة الإخلاص في الجهار يا رب قد أسلمت نفسي في الأحد لك هنا بقول هو الله أحد وجات لله الكريم الواحد وجهي كي أشكر بالقصائد له لساني وله فؤادي وجسدي بالشكر في تمادي دعوته وإنه الوهاب تبتله وإنه التواب وقالي الواق الذي يدافع عني في الدارين نعما نافع لست أخاف غير ربي ولا أرجو سواه وهو حسبي موئلا من ظن غير الله يغني أو يضر فذاك في الدارين ذوك الدين وضر يقيني اليقين أن أشرك به شيئا فكل مشرك لم ينتبه كفاني الكافي بجاق الكافي ميلا لغيره وذاك كافي نذهني ربي عن الشكوك في أنه مملك الملوك له الملوك وله الأتباع ذل له التابع والمطاع هو الإله الواحد القهار ومالك الملك والجبار كتبت شاكرا على ما أنعمى بي عليها هنا تكرما فلت بفضل الله بالإسلام وأشكر الله على إسلامي الحمد لله على الإيمان ثم على الإسلام والإحسان أعبده ولا أذال أشكره وأترك الميل إلى من يكفره أسكى صلاته مع التسليم على النبي المصطفى الكريم حبيبه وسيلتي إليه محمد خير الوراء لديه دعوته بجاهه نيل المرام وعصمة لا ذمها حسن الختام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين